أهلاً أحبائنا مشاهدينا مرة تانية السؤال هو سؤال افتراضي طبعاً وحاشى أنه نفترض ولسيما في موضوع سيادة الله الكاملة المطلقة ولكن إذا الرب عاوز ييجي لإلنا بأي صورة ممكن ييجي شفنا أنه لما نزل على جبل سيناء الجبل كله ارتعد فأيام إلي إلي إرتعد وهكذا ولكن إذا أراد الله أن يأتي إلينا بحسب كلمة الله لازم يكون دخوله لهذا العالم بطريقة معجزية خارقة فالمسيح أحبائي خلي بالك مئات النبوات احنا قلنا في تكوين 3.15 سيأتي من نسل المرأة بيتكلم عن قصة الفداء عبر صفحات الكتاب المقدس ولكن عندما نأتي إلى النبي إشعياء بيتنبأ 700 سنة قبل ميلاده أو أكثر من 700 سنة يقول في إصحاح 7 آية 14 السيد نفسه يعطيكم آية فالمسيح آية شو هي الآية؟ الآية هي علامة هالعذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عم نؤيل في العهل الجديد الذي تفسيره الله معنا فإذا جاء المسيح من المطوبة مريم العذراء كان دخول المسيح إلى عالمنا بدخول معجز أحبائي دخل إلى العالم من خلال امرأة من خلال المطوبة مريم هيئ الرب جسد مريم وحبل به من الروح القدس عندما جاء الملاك وبشر القديسة مريم قال لها الروح القدس يحل عليك هي سألت كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا أجاب الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله بدك تقول لي هاي مش معجز آدم آدم مخلوق لكن المسيح مولود وهو الخالق بتقول لي حواء حواء صنعت من آدم ولكن تميز المسيح تميز فريد جدا أنه جاء من السماء مش مخلوق أو مجبول كآدم أو مصنوع كحواء ولكن حبل به بزري إلهي من الروح القدس في بطن مريم وتكون الجنين تسعة شهر وولدت يسوع المسيح ولكن هذه الميلاد أو الولادة تسمى عضروية لأن المسيح لم يتورث الطبيعة الخطاءة من آدم فالبزري بزري إلهي حبل به من الروح القدس وهذا مهم جدا يعني أنه بلا خطية ولأنه حبل به من الروح القدس هذا جعل من المسيح إنسان كامل إله كامل في اتحاد كامل في اتحاد كامل مش نص طبيعة أو خمسين خمسين لا لا 100% إنسان 100% إله إله كامل إنسان كامل في اتحاد واحد طبيعة في جوهر كيان واحد بدون امتزاج بدون اختلاط بدون يعني هو فعلا مميز فريد فالله أعلن عن مجيء ابنه من خلال النبوات من خلال الرموز أخيرا من خلال مجيء الرب يسوع المسيح طبعا ولادة عضروية أنه ولد بدون خطية وهذا بقودني للشيء الثاني المسيح هو الوحيد الكامل يكفي أن نقول يسوع تحدى الأجيال من منكم يبكتني على خطية هو القدوس البار المنفصل عن الخطاء لم يفعل خطية لم توجد فيه خطية بشهادة الأعداء والأصدقاء فإذن المسيح متميز لأنه ولد من عذراء المسيح متميز لأنه الوحيد الوحيد في كل الوجود الذي لم يخطئ عنده طبيعة الطهارة قدوس نور لا يدن منه جرب نعم ولكنه لا يجرب بالخطية فطبيعته نقي طهرة أخلاقيات المسيح أخلاقيات عظيمة جدا وهذا بتشوفوا من خلال تعليم المسيح متفوق لدرجة أنه الكل شهد له والأصدقاء شهدوا له لكمال المسيح وطبعا اليوم تسمع بناده بعصمة الأنبياء ونحن نقول أنه كل الأنبياء أخطأت كل الأنبياء ما عدا يسوع المسيح الكتاب واضح الجميع أخطأ ولكن لماذا يريدوا أن يجعلوا الأنبياء بدون خطية للدفاع عن الأنبياء وهذا دفاع عن نبيهم ولكن المسيح يقف الأعلى لأنه بدون خطية فالكتاب أحباء يسير بتناغم بانسجام من سفر التكوين للرؤية بيتكلم عن سر الفداء العظيم وكان لازم المسيح يولد كإنسان حتى يفدي الإنسان ويكفر عن خطية الإنسان ولأنه ابن الله يستطيع أن يوفي العدالة والمطالب الإلهية وهذا كله تم بمجيء الرب يسوع أي كتاب آخر أو أي تعليم آخر ضد هذا الموضوع بالنسبة للمسيحين يعتبر بدعة أو هرطقة وهذا ليس في مخطط الله اشتركوا في القناة